عملية بداية الانطلاقة الرسمية لعمال الأشقال العامة الكبرى بمختلف طرق وشواري العاصمة جمينة جاء ذلك بناء على الوقود التي توعد بها رئيس الفترة الانتقالية الفريق أول محمد دريس دي بيتنو أثناء الخطاب الذي قدمه للأمة الشادية بمناسبة العامة الجديد وحول هذا الموضوع تمت عملية تحديد بعض الشوارع التي تجرى فيها عمليات عادة الإصلاح والترميم بوتيرة متسارعة إن هذه الطرق المتعددة منها شارعي أسامن من قسطس وموسى سوقي الواقعان بالدائرة الأولى حذا ويبلغ طول هذه الطرق التي يتم الإجراءات الإصلاحية فيها إلى واحد كلمتر ونصف على حد قول مسؤول المشروع جمراني إريكسون كما يقول أيضا إذا كانت هذه الأعمال تسير بهذه الصورة بالتأكيد سوف يتم الانتهاء منها في الوقت المحدد وهو سمانية أشهر أما في المدخل الشمال الرئيسي لمدينة جمينة شارعي جيموتوغي على حسب التسميات الأخيرة تجرى فيه العمال والأشقال بصورة منتظمة ودقيقة على مدى طول ثلاثة كلمترا رغم بعض الصعوبات والأراقيل سوف نقول في الفرنساء نقول إنسيف سمس لدينا مشكلة مرة واحد مع أهلنا هنا قاعد نواجهه مرة واحد يوميا مشاكل يوميا كمسرية الواحد تقول لشوغل دا ما تساوي بساوي لك تقول لشوغل دا ما في دربة بي يعني بدررك بقول لك ما لما حاناك والله حانايا ما لاماني لدينا فرصة للوردر معنا يعني полيس منسبال لدينا полيس أنا جزيم أرمسا شكرا لما نقول معنا كان الله وفاق أننا على حسب نهايتنا عننا كدر كيلة شعر واحد دا يكمل دا نقدر نكمل ونليبرار عذا والإتمام هذه الخطوة الإنمائية في مجال البنية التحتية صاحبت هذه الأشقال الإصلاحية فتح إدة قنوات للمجار المائية بمختلف الطرق الرئيسية